وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل مولى المرء هم قرابات أبناء عمومته فعزهم من عزه لهذا هو يحتمي بهم ويتقوى فيهم ويذود عنهم ولهذا البيت قصة هجى الشاعر طرف ابن العبد البكري ابن عمه عبد عمر بن مرثد وبالغ فيه جائه وفي يوم خرج الملك عمر بن هند للصيد وكان برفقتي عبد عمر فحاول عبد عمر أن يقتل حمار وحشي فما استطاع فضحك عليه الملك وقال أبيات طرف فيه جائه غضب عبد عمر وقال أما علمت ماذا قال فيك فقال أبيات لطرفه يهجو فيها الملك ويشبه بالنعج الرهوث غضب الملك وحقد على طرفه لكنه لم يبدي شيئا وتظاهر أنه لم يصدق الخبر فلما علم طرفه أن ابن عمه أفشى سرة وأوصل قصيدة للملك وهو قد قالها في مجلس خاص من باب الضحك والفكاهة غضب وعاتب وشتم ابن عمه وهجاه مرة أخرى في قصيدة من عيون شعره وسماه فيها عبد الضلال يقول ألا أبلغ عبد الضلال رسالة وقد يبلغ الأنباء عنك رسوله دببت بسري بعد ما قد علمته وأنت بأسرار الكرام نسوله وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليله وأن لسان المرء ما لم تأكل له حصات على عوراتي لدليله وأن امرأ لم يعف يوما فكاهة لمن لم يريد سوءا بها لجهوله بسبب هذه الوشاية كاد الملك لطرفه وأمر أحد ولاتي بقتله فهو الشاعر الذي قتله لسانه وهو الشاب القتيل توفي وهو بالعشرين من عمره